السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم حلقة جديدة من حلقات القناة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة تعالوا النهاردة نعمل جولة حول العالم ونشوف علامات آخر الزمان بالصوت والصورة ونشوف علامات الساعة بوضوح شديد جدا ونسمع كلام النهاردة مهم لرئيس روسيا بوتين وهو بيتكلم عن علامات آخر الزمان ولكن للي يفهم المشهد تعالوا نبدأ الكلام بتاعنا بفكركم بحلقة البث المباشر اللي كانت النهاردة وكمان بفكركم بالحلقة المهمة التي كانت منذ قليل تابعوها تعالوا نبدأ مباشرة المشاهد بتاعتنا السماء بالألوان في اسكوتلندا مشهد غريب جدا كما يظهر أمامنا الآن يعني مشاهد السماء الغريبة جدا جدا لا تتوقف اسكوتلندا السماء بالألوان قلولنا رأيكم النهاردة في مشاهد السماء اللي انتوا هتشوفوها دوائر سوداء في سماء أمريكا تعالوا نشوف كما يظهر أمامنا دوائر سوداء في سماء أمريكا مش حابب يعني يفتح ليك الصوت لان الصوت فيه موسيقى وهرج وفوضى كبيرة جدا ايه اللي بيظهر في سماء أمريكا هل بدأوا لعبة الهولوجرام هل بدأنا نشوف التقنيات بيدربوا الناس وبيعودوا الناس على هذه التقنيات قلولنا رأيكم ايه في المشاهد التي تظهر أمامكم الآن تعالوا كمان نشوف مشهد غريب جدا ليه النجم اللي بيظهر بجوار الشمس يعني هو مشهد فعلا غريب يحتاج إلى يعني تقولولنا رأيكم ايه كما يظهر أمامنا شايفين الشمس على ايدك الشمال وجنبيها جسم غريب باللون الأحمر وجنبيها جسم آخر باللون البرتقانية دي طبعا ده المشهد ده أنا هفصره ليك وشايفين تحت الانعكاس بتاع الشمس وجنبيه الانعكاس بتاع الجسم الغريب اللي باللون الأحمر يا أحباب دي هات كواكب هذه كواكب وأعتقد أن من بينهم ممكن يكون بنسبة كبيرة جدا الآية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تظهر بجوار الشمس قبل ظهور الإمام المهدي قولولنا رأيكم ايه في هذه الصورة احنا في حلقة البس المباشر الناس اللي قلت لنا ده انعكاس عدسة قلنا لهم اعملولنا فيديوهات والشمس موجودة يعني مش بتظهر في أمريكا وبتختفي عندكم ابعتولنا فيديوهات بصوت والصورة يعني اعملوا محاكاة لموضوع عدسة وانعكاس العدسة عشان نقتنع والتحدي ما زال قائم ويعني برضو تعالوا كمان نشوف مشهد فيضانات الهند فيضانات الهند مستمرة لا تتوقف شاهد بالصوت والصورة ونعود إليكم زي ما شوفنا المشاهد قلولنا رأيكم ايه في الآيات الكونية لشغالة والجنود الربانية تعالوا كمان نشوف عدد غير طبيعي من الزلازل كما تظهر أمامنا الخريطة اللي بتبين لنا على مستوى العالم في يوم واحد عدد الزلازل وتتقدم الدول في عدد الزلازل أوروبا في أوروبا فرنسا وأسبانيا والبرتغال وهذا يعني التقرير ليوم تسعة وعشرين تسعة الفين تلاتة وعشرين وأفريقيا كما تظهر في الخريطة تأتي في مقدمة الدول اللي الزلازل بتضربه هذا تطور كبير جدا جدا الزلازل وكسرت الزلازل من العلامات التي تسبق ظهور الإمام المهدي تعالوا نشوف أخطر ما في هذه الحلقة بوتين بيتكلم عن علامات الساعة واحد يقول لي إزاي دا تكلم عن المليار الزهبي يعني إيه صلة المليار الزهبي بعلامات الساعة وإيه صلة المليار الزهبي بالأعور طبعا الصلة وثيقة جدا لأنهو الدجال هو الورى كل هذه المخططات واتفقنا إن الناس دول مش هيطلعوا يكلموكم بالأسماء مش هيطلعوا يكلموكم إلا بالرموز علشان تحلل الكلام بتاعه بيقول إن المؤسسات المالية الحديثة اللي هي المؤسسات المالية بتاعت النقود بتخدم مصالح المليار الزهبي فقط وقادت تلك الدول يعني هو بيتكلم إن أنا مش معاكم أنا مش معاكم وده الكلام اللي أنا بقوله لكم على طول دلوقتي في صراع كبير جدا ما بين أكبر قوتين في العالم على نظام عالمي موحد أحادي لا يقبل القسم على اتنين لإما تفوز بأمريكا والنيتو لإما روسيا التي ترفع الشعار إنها ضد هذه المسائل في هذا التوقيت هيظهر النظام العالمي والحكومة العالمية الموحدة طبعا كلكم عارفين بقيادة الدجال فما هو بيطلع يتكلم عن المليار الزهبي المليار الزهبي دوت بتاع إيه يعني ما تكتب كده كلمة المليار الزهبي وتعمل بحث عنها تفهم منها إيه المليار الزهبي اللي بيخطط لها هو الدجال فلذلك هو بيولمح على نظام الدجال فانتبهوا جيدا أيها الأحباب تعالى كمان نشوف مشهد خطير جدا علامات الساعة في السويد لأول مرة الأزان بيرفع في السويد هي دي علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وتتحقق وكلام النبوة بيتحقق لا يبلغن هذا الأمر أي الإسلام ما بلغ الليل والنهار بعزي عزيز أو بزل زليل يبقى علامات الساعة الخبر ده الخبر العادي ده الخبر اللي انت بتلاقيه تقليدي لازم انت توجه الناس وتفهم الناس إن الخبر ده من علامات الساعة اللي النبي أخبر عنها إن هي تحصل بعدي هتحصل في المستقبل وإن هي من علامات آخر الزمان لا يبلغن هذا الأمر إيه هو هذا الأمر الإسلام ما بلغ الليل والنهار هو في مكان ما فوش ليل ونهار هو ده اللي بيتحقق الآن وهذه بشريات بالتمكين للإسلام والمسلمين الدنيا في العالم الإسلامي بن قسين العربي خربانة لكن ناحية أوروبا وأمريكا السلاح والخنجر هيجي لهم من حيث لم يحتسبوا وفتكر كويس إن في سبعين ألف من أبناء إسحاق هم لا يحرروا القسطنطينية يعني من أوروبا فانتبه جيدا إن البشريات بتتحقق بقوة تعالى كمان ننتقل كلام غريب لإمام وأو لخطيب الحرم المكي بيقول كلام غريب في الخطبة وأول مرة نتكلم بيقول لا يستهين بالتغير المناخي إلا أدنياء الهمم ومن تهمهم مصالحهم زي ما بيظهر أصدنا إيه الحكمة إن في هذا التوقيت يبتدوا يتكلموا ويروجوا لموضوع تغير المناخ هل هم يعلموا إن في حدث كوني قادم في المملكة بنقصين في بلاد الحرمين هل هم يعلمون أن الأيام الحاسمة الأيام الحسوم التي أخبر عنها القرآن باتت قريبة ولولنا رأيكم إيه في الكلام الغريب جدا بتاع إمام الحرم المكي اللي أنا عايز أقوله إن هم عارفين كل حاجة واللي بيتكلم دوت عارف كل حاجة والموضوع معروف عندهم من أول واحد لأصغر واحد ولكن سبحان الله سبحان الله فإنها لا تعمل أبصر ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ولولنا رأيكم إيه في الكلام بتاع خطيب الحرم المكي تعالوا بقى ننتقل لمشهد القمر العملاق ومشهد الأمر الغريب جدا اللي اتبعت لنا كما تظهر المشاهد في سماء السودان الصورة اللي بتظهر أمامنا وناس طبعا الأصدقاء في كل مكان بعتوا لنا وقالوا لنا إن الأمر حجمه قريب وإن الأمر حجمه كبير للغاية تاني حاجة القمر العملاق في سماء الدول العربية بيظهر زي في فلسطين المشاهد اللي أصدنا في فلسطين كمان بيظهر القمر العملاق في اليمن الآن بيظهر في اليمن زي الصورة اللي بتظهر أصدنا القمر في تركيا حجمه أكبر دولة فيها حجم القمر هو في تركيا احنا عارفين كده لكن في الدول العربية والشيء ده ملاحظ كمان عندنا في مصر زي ما شاهده من الجيزة الآن إن الأمر قريب قوي من مننا عن الأمور الاعتيادية اللي احنا متعودين عليها زي ما احنا شايفين كمان مشاهد هاي من الأردن كمان وزي ما عارضنا ليه وفي دول مختلفة الدول العربية يعني مش عايزين احنا نطول عليكم شارك هذه الحلقة على جميع المنصات واضغط على زر الإعجاب لايك بارك الله فيكم أيها الأحباب للحديث بقية ونلتقي غدا بإذن الله مع حلقات جديدة ومواضيع أخرى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر